بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنقوم بعمل دارة كهربائية بسيطة باستخدام موقع فت موقع على شبكة الانترنت. هذا الموقع يتيح للشخص جراء تجارب اللي هي تجارب المحاكة. فدارتنا كهربائية مجدد في الفيزياء. فلو اخترنا الفيزياء هنا. نختار نختار هذه التجربة. نعمل تحميل هذه التجربة. فهم من الخيارين اما اوبن او سيف ثم اوبن. لو فتحنا اوبن مبنائيا. ننتظر حتى يكتمل التحميل. هذه التجربة. نقوم الان بتكوين الدار كهربائي البسيطة. نستخدم اولا نستخدم البطارية. ثم مفتاح لتوصيل تركابي وفصله. وايضا نحتاج الى مصباح او اي شيء يستهدق طاقة رباية. هذه الاسلاك ويرفز. نصل بين البطارية والمفتاح. ثم نصل بين المفتاح والمصباح. ثم بين المصباح والبطارية. البطارية. والقطعة الاخيرة تكون هنا. دار كهربائي قد اكتمل تكوينها. باقي ان نغلق المفتاح. ونترك التيار يتحرك داخل دار كهربائي. هنا ننطلق الدار كهربائي من البطارية. مرورا بالاسلاك الى المصباح الذي يضيء. ثم عودة الى اكمال دار كهربائي. هذه دار كهربائي بسيطة. عسنا. لا نكتمل الجزء الاول من التجربة والدار كهربائي بسيطة. لو اردنا حساب اه قيمة التيار كهربائي. فنستطيع من خلال ماهي. اولا نفتح المفتاح. نفتح دار كهربائي. فاصبحت الان دار كهربائي غير متصلة. اه لو اردنا نفصل هذا هنا كبس كبسة يمية بالماوس. ثم نفصل. كبسة يسار. ثم نحضر اه اه اميتر. هذا اميتر مكتبنا اميتر. يجب ان يكون فيه هنا. تك عند الاميتر حتى يظهر عندنا هنا. فنأخذ الاميتر ونضعه في هذا المكان. هذا الاميتر ثم نأتي بوصلة معاصية اخرى وير في هذا المكان. ثم نغلق المفتاح. فنراحظ لنا. الطيار كهربائي. امر في الدار كهربائي. وقيمة الطيار كهربائي برعم 0.90 امبيرز. نعم اقل من واحد امبير. هذا قياس الطيار كهربائي. نعم. فاذا اردنا قياس الجهد كهربائي. هذا البولت ميتر. نعم التكن البولت ميتر. فيظهر البولت ميتر. هذا البولت ميتر. لو اضعنا الطرف البولت ميتر بهذا المكان. والطرف الثاني بهذا المكان المصباح. فقياس جهة المصباح قريب من 9 فولت. لو وضعنا اردنا قياس البطارية نضع طرف هنا ونضع طرف هنا فيكون 9 فولت بالضبط. طبعا ينقص جزء من جهة البطارية عندما ينتقل التيار المصباح بسبب مقاومة السلك للتيار كارباي وضيع جزء من الطاقة كحرارة في الاسلك. هذه تجربة قد انتهت. اتمكننا من تكمل دارك البطارية بسيطة ثم اتمكننا من قياس دارك البطارية ثم اجهد لك البطارية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والازغط. اشتركوا في القناة